على أعتاب الشهر الرابع يأن العالم تحت وطأة الذي لا يرحم ألعنوا من الحروب وأخطروا من الزلازل وأشرسوا من البراكين وأفتكوا بالبشر من السونامي فرق المحبين وشتت شمل المجتمعات والبلدان والأسر ونكب اقتصاد الدول وكشف المستور في جميع النواحي بدءا من الاقتصاد وليس انتهاءا بالأخلاقيات ولكن هناك تساؤل مستمعين أو ربما حقيقة وهي أن البشرية تعرضت على مدار العصور القادمة والسالفة للأوبئة والأمراض وفتكت الطواعين بجميع أنواعها بملايين البشر أذكر لكم على سبيل المثال للحصر الطاعون الأسود أو الموت الأسود في القرن الرابع عشر هذا الطاعون أدى إلى وفاة ما يصل إلى مئتين مليون شخص شمال أفريقيا وآسيا وأوروبا أي حوالي ثلاثين إلى ستين بالمئة من سكان أوروبا لقوا حتفهم وسمي أيضا لشراسته بالفناء الأسود وكانت آخر مرة أغلقت فيها المساجد وأبواب الكنائس في وجه المصلين عام 1349 أي خلال الطاعون الأسود وها هي البشرية بعد عقود تعود لتنتظر مصيرها مع كورونا أقل ما وصف مجتمعين في الفناء الأسود أو الطاعون الأسود ما قاله ابن خلدون في هذا الوباء حيث قال نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المئة الثامنة الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل وانتقص عمران الأرض بانتقاس البشر فخربت الأمصار ودرست السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وكأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة وكأنه خلق جديد ونشأ مستأنفة وعالم محدث وكأننا بلسان حال كورونا اليوم يردد نفس العبارة ويريد تغيير خريطة الجنس البشري التي طغى عليها اليوم الظلم والبغي والجشع والطمع والاحتكار والعداء والحروب وسفك الدماء ولكن نحن المسلمين الموحدين مؤمنون بقضاء الله وقدره بحكمته بقدرته بعلمه الواسع وبالأخص برحمته نحن تحت رحمة الله فيا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين نجنا من هذا الكرب وهذا الغم وارفع عنا هذا البلاء لأنك تعلم بضعف قوتنا وقلة حيلتنا فارحمنا يا أرحم الراحمين إذاة صوت القدس صوت حر لشعب حر ترجمة نانسي قنقر